السلام عليكم توصلت دراسة علمية رائدة أجرتها جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية كاوست إلى اكتشاف مهم قد يشير إلى وجود حياة على قمر إنسيلادوسة، أحد أقمار كوكب زحلة. استندت الدراسة إلى دلائل بيولوجية تم اكتشافها في فوهة الوعبة بالمملكة العربية السعودية، والتي تشترك مع إنسيلادوس في ظروف بيئية قاسية. استطاع الباحثون جمع عينات من الكائنات الحية الموجودة في الفوهة، وأبرزها 48 سلالة بكتيرية، منها سلالتان تحملان خصائص وراثية وكيميائية تشير إلى إمكانية التكيف مع الظروف القاسية على قمر إنسيلادوس. تعزز هذه الدراسة الفهم العلمي لكيفية بقاء الكائنات الحية في البيئات الصعبة، وتفتح آفاقاً جديدة لأبحاث الحياة خارج كوكب الأرض. أكد قائد الدراسة البروفيسور أليكسندر روسادو أن فوهة الوعبة تعد نموذجناً أرضياً لمحيط إنسيلادوس، ما يجعلها موقعاً مثالياً لدراسة البيئات المشابهة للفضاء. كما أضافت الباحثة جونيا شولتس أن هذه الدراسة تسهم في تعزيز شراكات المملكة مع وكالات الفضاء الدولية في ظل السعي السعودية لتحقيق مكانة بارزة في مجال الفضاء. مع تحياتي، ولا تنسوا الاشتراك في القناة ودمتم سالمين.